موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي الفيديو اليوم سيكون مراجعة سريعة لهذا القفل اللي يفتح من خلال البصمة الخاصة بك طبعا هذا القفل موجود بأنواع وأشكال مختلفة جدا الحجمات يكون أصغر أو أكبر ويحتوي على مفتاح إضافي تقدر أنه تفتح من خلال المفتاح أو من خلال البصمة يعني عندنا نواع كل شواية فاليوم راح أشرح لكم هذا القفل فاليوم راح أعطيكم المواصفات التقنية لهذا القفل وشون يقدرون أنه أستخدمه فكل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها في هذا الفيديو مرحبا عزال المتابعين ورجعت لكم مرة ثانية طبعا هذا القفل هو مقاوم للمياه الشحن ماتة حسب ما مكتوب على العلبة الخاصة بالجهاز هو 2 سنة صراحة أنا استوي من جار بفع ما أقدر أنه أتأكد من هذه المعلومة أو لا بس بشكل عام القفل ما يهتوي على أي اتصال خارجي بالتالي راح يحفظ على البطارية الأطول وقت ممكن البطارية الخاصة بالقفل هذا هي 300 ميلي أمبير المنفذ الوحيد اللي موجود بالقفل هذا هو من نوع مايكرو يو اس بي اللي من خلاله تقدر أنه تشحن القفل بكل سهولة موجودة أقفال ثانية المنفذ مالتها يكون يو اس بي تايب سي يعني كل قفل وحسب الإصدار أو النموذج اللي موجود به القفل هذا تقدر أنه تضيف البصمات من واحد إلى عشر بصمات مختلفة سواء لنفس الشخص أو لعدة أشخاص فهذه نقطة كلش حلوة إذا حبيتوا أنه تشترون هذا القفل فهو موجود عند جي ستار جي ستار هي أحد العلامات التجارية لشركة أصالة الكواز التفاصيل مالتهم أرقامهم صفحتهم على الفيسبوك كلها موجودة في الوصف في الفيديو هس رح أشرح الشون أقدر أنه أضيف البصمة لهذا القفل طبعا أنت أول ما تشتري القفل العلبة ما تتكون بهذا الشكل هس الشون أقدر أنه أضيف البصمة الأساسية للمسؤول طبعا من البداية تفتح القفل بعدها تختار الأصبع اللي تريد أنه تسوي به البصمة هذي القفل مفتوح عندي فأضغط هنا لمدة ثلاث ثواني من يشتغل عندي باللون الأزرق أرفع يدي هس هذا الضوء نفس الأصبع تقريبا 11 مرة تلحد ما يصير ينطيك صوت صفير بهذه الطريقة معناها أنه صارت البصمة أشرح لكم الخطوات بشكل سريع القفل مفتوح تخلي أصبعك لمدة ثلاث ثواني من يصير عندي اللون الأزرق أرفع أصبعك راح تشوف اللد عندك يشتغل بشكل متقطع نفس الأصبع اللي استخدمت بعمل البصمة فتضغط بالأصبع وترفعها تقريبا 11 مرة الحد ما يصير عندك اللون الأخضر معناها أنه صارت البصمة فهس خلي أجرب وأشوف البصمة تشتغل عندي أولا أنا استخدمت هذا الأصبع أشتغل عندي القفل ولو أستخدم الأصابع الباقية ما راح يشتغل معناها أنه صارت عندي البصمة بكل سهولة شون أقدر أنه أضيف بصمات ثانية تقدر أنه تفتح القفل وتعيد نفس الخطوات راح تنضاف عندك البصمة ووصلت إلى نهاية هذا الفيديو إن شاء الله هذا الفيديو كان واضح للجميع وضحت لكم المراجعة للقفل الألكتروني اللي يشتغل أو اللي ينفتح من خلال البصمة موجودة أحجام وأنواع مختلفة من هذا القفل إذا حبيتوا أن تشتروا التفاصيل موجودة أسفل وصف الفيديو أي سؤال أدكم أو استفسار أيضا يحتوي على دليل تقدرون أنه تشوفوه بكل التفاصيل اللي تحتاجوها فإذا كانتكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا ليها بتعليقات وأقول لكم مع السلامة موسيقى شكرا